هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استخدم الحمد لله المنان المتفضل والله ذو الفضل العظيم أحمده سبحانه على نعمه الكثيرة وعطاياه العديدة وعلى فضله العميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن ربي على صراطٍ مستقيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المتحلِّ بكل أدبٍ رفيع وخلُقٍ كريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى أيها المسلمون صلاح الجوارح بصلاح القلب وأعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح يُثاب على الموالات والمعادات في الله ويعاقب على الحسد والفخر والرياء وإصلاح القلب أفضل من نوافل العبادات ولا ينال المسلم الكمال إلا بزوال ما في قلبه من الحسد والأضغان والحسد خل خلق ذميم والحسد يا عباد الله خلق ذميم ونعت دني يقصد بها الحاسد ذوي الفضائل والنعم اتصف به إبليس فامتنع أن يسجد لآدم حسدا له قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان أول ذنب فكان أول ذنب عصي الله به في السماء وهو يا عباد الله من صفات اليهود والنصارى قال عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد يؤدي بصاحبه إلى الكفر بالله قال جل شأنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ويتمنى به غير المسلم إخراج أهل الإسلام عن دينهم قال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقد يقتل صاحبه الآخر قال الله جل جلاله واتل عليهم نبابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك وهو فتنة لقلوب الناس قال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا قال ابن رجب رحمه الله الحسد مركوز في طباع البشر والسعيد من سعى إلى دفعه وهو مناف لكمال الإيمان قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد أعاذني وإياكم الله من الحسد وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الداء فقال لهم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا رواه الإمام مسلم الحسد منبع الشرور ويوجب الظلم ويورث القطيعة قال ابن عقيل رحمه الله اعتبرت الأخلاق أي تأملتها فإذا أشدها وبالا الحسد والحاسد يا عباد الله ضعيف النفس كل نعمة على غيره يراها عظيمة مبغض لنعم الله على عباده يتألم يتألم من فضيلة تظهر أو منقبة تشكر إن رأى فضل الله على عباده إن رأى فضل الله على عباده اغتم وإن عاين زوالها سر فلا راحة لحاسد يفرح لحزن الناس ويحزن لفرحهم لا يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه على الناس أهلا ولسانه يخرج سواد قلبه أعاذني وإياكم الله من الحسد قال سبحانه كما حصل لإخوة يوسف حينما طلبوا من أخيهم الذي حسدوه الصدقة عليهم قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا الآية الحسد معصية يجب على المسلم أن يتوب منها وأن يرضى بالقضاء ويستسلم للمقدور ولا يعارض الله في أمره ويفرح بكرم الله على عباده ويدفع عن قلبه تلك المعصية طاعة لله وخوفا من عقابه وبعدا من أن يكره نعم الله على عباده وأن ينظر إلى من هو دونه ويتذكر نعم الله عليه ويقنع بعطاء الله له فكل حاسد محسود وأن يتعوذ بالله من الحسد ويبادر إلى الدعاء للمحسود ويتمنى زيادة الخير لأخيه المسلم ومن أعطى غيرك نعمة فهو قادر سبحانه أن يعطيك مثلها وأكثر منها والله ذو الفضل العظيم والغبطة حقا إنما هو في عطاء درجات الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أقول ما سمعتم إن صوابا فمن الله وإن خطأا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسريما كثيرا أيها المسلمون أحب القلوب إلى الله أرقها وأصفاها ولا أهنأ حياة من مؤمن سليم الصدر إن رأى نعمة ساقها الله إلى أخيه فرح إن رأى نعمة ساقها الله إلى أخيه فرح بها ورأى فضل الله فيها وفقر عباده إليها وما عاد أحد مسلما فأفلح وفي الرضا بما قسمه الله سلامة للقلب وكلما كان العبد أشد رضا أشد رضا كان قلبه سليما ومن أحب أن ينعم الله عليه فلا يلتفت إلى أحوال الناس وليجعل صدره سليما ومن نظر إلى ذنوبه استكثر ما هو فيه من النعم وما حافظ عبد النعمة الله عليه بمثل شكرها ولا عرضها للزوال بمثل عصيان الله بها فسارعوا إلى شكر نعمه عليكم يزدكم من فضله ويهب لكم من الخير ما تسعدون به في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الحسد اللهم إنا نعوذ بك من الفخر والرياء اللهم طهر قلوبنا اللهم يسر حسابنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله اللهم إنا نسألك الصحة والعافية اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك واخذل المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون